لأنه هو برضا عنه بردار الحديث اللي أدل به الحج محسن وهو ذاباع طويل في هذا المجال منذ ما يزيد عن 30 سنة أنا أثنى عليه وأتكلم عليه في صياق حديثي تكملة لما بدأ وقفنا عن ما هي الأسباب والمبررات الموضوعية والعلمية التي دعت إلى ازدياد ارتفاع معدل أسعار المنتجات الزراعية كلمة المنتجات تشمل كل ما ينتج زراعيا وحتى التصنيع القائم على الزراعة اكتداء من الفاكهة موضوع الحلقة ثم الخضروات ثم الحاصلات ثم الأمور المترتبة على صناعات المنتجات الزراعية هذه الأمور التي دعت إلى ذلك أيها الإعلامية الفاضلة عبارة عن 11 نقطة النقطة الأولانية هي ازدياد معدل التعدي على الأراضي الزراعية سواء كان بالبناء أو بالتبوين فده بيخلي المعروض من الخضار والفاكهة أقل أدى إلى أن المزروع وأن المساحة الزراعية في مصر أقل فالمعروض أقل التي كانت محددة قد تقلصت تمام في معظم محافظات مصر وليست محافظة واحدة استغلالا للفترة التي مرت بها ثورتين مصر العظيماتين 25 يناير و36 والفترة التي لم يكن فيها هناك تحكم في هذه الأمور واحد اتنين ارتفاع معدل قيمة الانتاج التي يتكبدها الفلاح للصرف على زراعاته أياتها الإعلامية الفاضلة أيها الجمهور المحترم أيها الرئيس المحترم فلاح مصر الذي كان يتسيد الموقف الآن يعاني حجم تكلفة ضخم جدا لم ينظر لهذا الفلاح سواء في تأمينه الصحي أو تأمينه الاجتماعي أو تأمينه الاجتماعي بيأكل الغفير وبيأكل الوزير من زراعاته لو سمحت أنا مش معترض عليه بس الكلام ده أنا مش هقدر أحبطه نقطة من الحداشر في زيادة سعر الفكهة حاليا ليه؟ لأنه طلبات مواطنين مصريين موجودة بس عند الفلاحيين عند العمان دي لها حلقة أخرى لكن أنا بسأل حالتك سؤال النهاردة ليه إحنا سعر الفكهة ما بين التجزئة والجملة هناك هذا الفرق الشائع الشاسع يعني أنا خلاص سبت برحلة الفلاح أنا بتكلم ما بين الجملة والتجزئة أنا ما دخلتش الدائرة التالتة أنا ما دخلتش دائرة الفلاح فخليني يا حضرتك أتكلم ما بين الجملة والتجزئة من منظور علمي تأصيلي أن العام القادة الأصولية بتقول أن العام يؤخذ على إطلاقه ما لم يخصص كويس هدي واحد بمعنى اتنين بمعنى أن لو ما جبتش المشكلة من أساسها مش هاصل إلى نتيجة عشان حضرتك تقدر تحكومي سعر المنتج النهائي للفلاح اللي هو بيزرعه ما هو أصل العملية المزارع من أهلنا اللي بيزرع الفكهة اللي بتوصل لإيد حضرتك وإيدي وإيدي الغفير وإيدي الوزير لو ما تطرقناش أيضا الدكتورة إلى هذا وإحنا بنعالج أنا قلت لحضرتك أن أنا أخذ الكلمة رسالة ابتغاء مرضات الله أولا وأخيرا ثم لصالح طراب هذا الوطن ومستقبل الأجيال القادمة لما بنتكلم عن مسألة فاكهة أنا سهل قوي أن الساعة وربعة أو الساعة ونص بتاعتنا نقول فيها كلمتين أن المصريين يقاطعوا الفاكهة وما يكلوش فاكهة لمدة شهور وابنقصها وخلينا في الحاجة التالية أكيد مش ده الحل إنما مش هيبقى حل عملي حتة المخاطعة زي التقرير ما قال لما بنتي أو ابني يطلب كيلو مانجة هقول له لأ أنا ماشي هربط على معدتي هنربط العزام إنما العيال هنعمل فيهم إيه أو الولاد هنعمل فيهم إيه الناحية التانية اللي بيرتزق من أورا الموضوع ده يعمل فيها إيه الناحية التالتة المنتج ده اللي تكلف الفلاح يعمل فيه الناحية الرابعة الوسطاء الذين بين المشتري والمنتج هيروحوا فيه فعشان كده احنا بنتكلم بإسلوب قلمي كيفية مواجهة هذه الأزمة منذ بداياتها حتى نهايتها حتى نستطيع أن ننهض لهذا البلد كان زمان قوي ده نحن عايزين نبني عشان كده عايزين الأفكار تتكامل ولا تتشاجر فقد يكون هناك فكرة تخرج لبناء مستقبل هذا الوطن ولعل المسؤولين الذين يسمعوننا الآن يطبقون ما نقول أو يبحثون النقطة التالية اللي أنا قلت لحضرتك عليها ازدياد نفقات الإنتاج من مبيدات ومن أسمدة ومن أدوات ومن عمالة على الفلاح حتى أن ما ينتجه الفلاح لا يوفي سامن وبعد ذلك بالأقصاط المترتبة عليه هاي بقول لحدك أكله بطاة الحاج محسن كأحد أمناء سوء 6 أكتوبر الفلاح بيروح ياخد منه في بداية الموسم 20-30 ألف عبر الميج الموسم عشان 20-30 ألف يصرف بهم على أسرته ويصرف على الزراعة الموجود تخيل حضرتك على سبيل المثال لو حصل أن هناك عطب قد تم لسوء الأحوال الجوية أو أن هناك أمر مرض ألم بهذا الفلاح أو أن هناك أهمال أو صارقة إذن لن يستطيع أن يوفي بالإتزامات المترتبة عليه واحد اثنين لما نجي نشوف المسألة فيها شقين أستاذ أمنية أستاذ الدكتور أمنية فيها شقين الشق الأول يتعلق بالدولة والشق الثاني يتعلق بالأفراد ومؤسسات المجتمع المدني اللي يتعلق بالدولة هي كيفية دعم الفلاح كيفية المحافظة على الفلاح لما أنا وحضرتك نبقى مستريحين في بيوتنا هنقدر ننتج هنقعد هنا نتكلم كلام ينفع الوطن والمواطن مش هنقعد نتكلم كلام للميديا وللشوه الإعلامي اللي لا نقبل عايز أوصل لنا أنا برسم أدئذك عشان برسم أنا مش مختلفين أنا وحضرتك بس هو خلاص أنتك أنا بأتكلم هو أنتك وعنده تكلفة إنتاج عالية جدا مضبوط وفعلا كلام حيتك سليم جدا وإنه أكيد فيه مشاكل كتابة وجهة الفلاح وإحنا عملنا حلقتين قبل كده على المشاكل الفلاح وناقشنا الطماطم وناقشنا نقيم الفلاحين جالنا ده كلام سليم جدا أتطرق للمربع الأخير المربع الأخير بعد ما كمل بس بقية النقاط إن إزاي الفجوة زادت ما بين المنتج حين يباع لدى تاجر الجملة وتاجر التجزاء بعد ذلك ونقول كيفية معالجة ده علميا وعمليا وقانونيا هنقولي الكلام ده النحية الثانية اللي أدت إلى اتفاع معدل الأسعار هي ازدياد نفقات النقل من وإلى في المناطق اللوجستية تحديدا حتى أن السيدة الفاضلة الدكتورة وزيرة التخطين قد أشارت إلى ذلك في إحدى لقاءتها في مؤتمرات الشباب النقطة الرابعة اللي هي قلة الإنتاج ترتب على الأمور الثلاثة الأولينية قلة الإنتاج نفسه قلة المندق اللي طالع من الأرض أصبح فيه رزق أو أقل عن السنة اللي فات النقطة الخامسة عدم وجود سياسة زراعية واضحة فيما يتعلق بما نريد وما يزرق ونفقاته وكيفية تسويقه وسعره ومدى الاستفادة لشركاء العملية الاستهلاكية من هذا الأمر النقطة سمحني حضرتك ناخد مكالمة معانا سعاد من الجيزة أهلا يا سعاد تفضلي أهلا يا سعاد تفضلي أنا معاكي تفضلي أنا بحب حضرتك قوي والله ربنا يخليك منحظ الحل وأهلا بك أنا دلوقتي أنا جوزي بيبيني 100 جنيه وما بعرفش أجيب إلي عيالين عندي عيالين إحنا ببنشوفش بنجيب الجوائطة الجوائطة 17 جنيه والعينا ببعشرين جنيه ببنشوفش الموز أصلا والدنيا صعبة جدا والله وإحنا الفاكهة جالية جدا إحنا ما بنكونش فاكهة أولادي بيسيبوا مني المنجة جالية وأنا والله أنا بقول لحضرتك ياريت عيك من برنامجة كده يعني شفلنا حد بقى في التموين ولا كده حد يخصف لنا بقى المشكلة دي ما إحنا النهاردة عمينا الحلقة دي عشان حد يشوف لهم المشكلة دي حاضر مرسي أسعاد شرفتين تفضلي فان أعود فاستكمل النقطة السادسة فيما يتعلق بازدياد معدلات ارتفاع الأسعار لأسعار المنتجات الزراعية الجمعة النقطة السادسة هي الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادي والتي ينتج عنه عادة في كل الدول ارتفاع معدلات التدخل إذن المسألة بهذا الشكل ظاهرة عالميا فيما يتعلق بالدول اللي تقوم بإصلاح اقتصادي بيزداد معدل التدخل وبالتالي بتنتفع الأسعار لأن احنا في ظل رئيس يعاني مع شعبه فترات تراكمات طوال ما يصل إلى 50 عاما أو يزيد فيما يتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القوية للإصلاح الاقتصادي إنما رغم إيمان الشديد بأن أنا قلت الكلام ده قبل كده أكثر من مثلا حوالي 20 مرة رغم إيمان الشديد وإيمان بعض الصفوة بإيمان بعض الصفوة بأن ما يحدث في مصر الآن هو علاجه المر نعم نستطيع أن نتحمل هذا العلاج المر ولكن أياتها الإعلامية الفاضلة لا يستطيع جيل واحد أن يتحمل فاتورة 60 سنة الغلاء ده كله لا يستطيع جيل واحد أن يتجرع العلاج بهذا الشاكل أنا قلت من عند حضرتك من هذا المنبر قبل كده إن نحن حريصين على أن تستمر هذه القيادة الحكيمة حتى تستطيع أن تتقدم بالمشروعات العملاقة التي تمت والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع أول مرة لشوف رئيس ما يقولش أنا هعمل إنما نفاجأ بإنه بيفتتح إنه عمله وزي ما قلت بحضرتك إنما إنما أعايز أكمل لها دكتورة فيما تتعلق بالجزئية دي إنما ما ينفعش جيل واحد يتعمل فاتورة 60 سنة إن نحن الأخطر مكتده ما نجيل حضرتك فيها ما فيش حل تاني لازم يبقى فيه كان الرئيس جمال عبد الناصر بيعمل إيه الرئيس جمال عبد الناصر جاء فيه فترة حرجة بعد اعتلال حيث كان رئيس جمال عبد الناصر قام بهذه الإجراءات الإصلاحية من حوالي 60 سنة ما كانش بقى ده حالنا إحنا اللي حصل يفعلنا 60 سنة ما فيش ولا حد قام بأي إجراءات إصلاحية فتبتاني إحنا النهاردة بنتكلم أكثر أماني بالأمانة التاريخية ودي أمانة تاريخية المصالع العملاقة التي أنشأت في هذا العهد كان فيها بعض العطاق حيث هي مصر للممسكها بعد إذنك هي مصر للممسكها رئيس جمال عبد الناصر كانت بهذا الوضع المزري لما لممسكها رئيس سيسي لا بس شكرا إنما تعمل إيه بجانب هذا الأمر والمشروعات العملاقة صدر قانون الإصلاح الزراعي إدى لصغار المنتفعين وصغار الملاء قطع أراضي زراعية تزرع يقطاتوا منها كانت الوظائف تخصص للصف وأصبحت للكل خلينا ننتقل من الناحية دي إلى النقطة اللي جاي بعد كده زيادة أسعار المحروقات في الفترة السابقة أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار ليس في المنتجات الزراعية يا دكتور معلش أرجوك يا فندم اسمحني بس ما إحنا خلاص حطينا النلون 2 جنيه يا فندم الأسعار زادت والنلون زادت وتكلفة الزراعة زيادة حلاص يا فندم الكلام ده كله أنا عرفه والله عدم وجود قانون ودي النقطة الأهم لضبط السعر وتحديد همش الربح النقطة التاسعة عدم وجود سيطرة ومراقبة للأسواق خاصة فيما يتعلق بحماية المستلج وفيما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني التي ينبغي أن تراق الفجوة ما بين المشتري أوكي النقطة العشرة ما بين المشتري وما بين النقطة العشرة اللي أنا قلت لحضرتك جشع بعض تجار التجزئة فيما يتعلق بتعالية السعر على المواطن واحتكاره تمام النقطة الحداشرة والأخطر هي عدم صدور قانون حتى الآن يضبط الأسعار فيه كلام كتير دكتورة أماني حول التسعير الجبرية ومدى جدوها من عدمه إنما اسمحي لي لابد أن يكون هناك مراقبة للأسواق حضرتك النهاردة وأنا وأي حد من الجمهور أو المواطنين لما بيدخل محل يشتري تلاجة أو غسالة أو بتجاز مثلا ما بيعرفش دي التاجر ده اشتريها بكام وبيبيحها بكام وهو مش الربح فيها كام وما فيش رقيب عليه انت بعتالي بكام الأخطر من كده إحنا محتاجين مسألة المراقبة دي فيما يتعلق بهذا الأمر إذا ما تمت هذه الأمور مجتمع ولدي علاجات أنا قلت أسباب المشكلة 11 سبب إنما علاج المشكلة لدي بحث فيه في هذا الأمر طب نتركه دلوقتي قل لي حاجة حزب خلينا نكمل مع حضرتك أنا معاك دلوقتي طبعا كل الأسباب اللي قالها دكتور محمد الأجرود هي اللي تسببت